يشكو أولياء أمور مدرسة اللي سيه الفرنسية بالإسكندرية وهي مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية منذ عام 2006 المصرفات كانت في عام 2006 وحتى 2013 بالجنيه المصري بالزيادات يعني مئوية سنوية بالجنيه المصري في عام 2013 قررت المدرسة دفع 40% من المصرفات باليورو ثم 60% بعد 2017 وده يفرض سنوياً أعباء جديدة على أولياء الأمور هذه مشكلة حقيقة يعاني بها كثير من المواطنين بنرفعها إلى الجهات الحكومية المختصة في مصر أيضاً من إسكندرية جاءت نشخوها بخصوص المعاهد القومية المتخصصة حيث فوج أولياء الأمور برفع قيمة التأمين السنوي على التلاميذ في النصر البنين من 100 جنيه إلى 10 ألف جنيه في النصر البنات من 500 جنيه إلى 15 ألف جنيه نداء إنساني من أسرة تمر بظروف صعبة للغاية صحياً ومادياً ولديهم ابن مدمن للمخدرات بيطلبوا علاجه في مستشفى الإدمان عندنا البيانات والحقيقة بنرفعها أيضاً للصندوق القومي لمكفحة الإدمان نداء من أسرة أحد الطلاب المصريين بجابعة مدينة تجني بروسيا طالب تشاجر معه عدد من زملاءه المصريين وأصيب الطالب وبعدها خرج من المستشفى وفوج بالقبض عليه من الأمن الروسي وتم احتجازه حتى الآن حابت ناشط وزارة الخارجية التدخل ولدينا كل المعلومات بها زرام وصلتنا استجابة بخصوص ما أذيع الأسبوع الماضي عن تعطل جهاز الأشعة المقطعية في مستشفى طيبة التخصصي بإسنى جنوب الأقصر تدخلت رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية والقيادات التنفيذية والفنية بالتفاوض مع الشركة اليابانية لإرسال القطع المطلوبة بدلاً من اللي هو موجود حالياً نظراً للأهمية الخاصة اللي بمثل الجهاز في تقديم الخدمات الخاصة احنا بنشكر السيد محافظة أخصر مستشار مصطفى ألهم الحقيقة اللي ما بيسبش شكوى إلا ويتابع هذه الشكاوي أول بأول بكرة إن شاء الله عندنا شكاوي أخرى أيضاً سنتابع معكم هذه الشكاوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر